أكيد لم تكن هذه القمة العربية هي القمة الوحيدة فحقيقة كانت القمة رقم واحد فيها العراق التي أكدت بحضور الأشقاء العرب ومشاركتهم للعراق ومساندتهم بأن يكون العراق هذا العراق صاحب الحضارة والريادة على الأصعدة العربية والعالمية وأن يكون العراق واحد متوحد وأيضا عدم قبول التدخلات الخارجية بأراضي وخاصة الخطاب السياسي وغيرها فحقيقة هذه التلاقية العربية من خلال هذه القمم العربية توحد الخطاب العربي وكانت هناك رؤى مشتركة بين بلداننا العربية والقادة العرب التي حضروا إلى بغداد في مؤتمر الأول بالتأكيد يا دكتورة لنا أيضا قمة الجزائر الزميل أحمد والتي أقيمت خلال عام 2022 في الجزائر الشقيق خرجت بإعلان عن مجموعة من التوصيات والقرارات الهامة جدا منها كان التأكيد أولا وأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد أيضا على التمسك بمبادرة السلام العربية بكافة عناصرها وأولوياتها وأيضا التأكيد وبشكل قطعي على الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف القضية الفلسطينية هي الحاضر الدائم وأيضا التضامن الكامل مع الشعب الليبي ودعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية صحيح يا سلام خلينا نتفق أنه عام 2022 لو بنرجع بعقارب الساعة في هذا العام حنلاقي أنه التضامن العربي كان واضح جدا يعني مع كل دولنا العربية كان واضح في كثير من المواقف لم يقف هذا التضامن عند فلسطين العراق أو ليبيا ولكن شمل أيضا في القمم تناول لوصول حلول كثيرة جدا سياسية في سوريا أو التأكيد على حقوق لبنان المائية وغيرها تعالوا نتوقف مع تقرير عن قمم العربية في 2022 كان العام 2022 عام التعافي من جائحة كورونا لتشهد دول عدة قمما هامة حيث تخلصت العديد من الدول من الإجراءات الاحترازية واتجهت أخرى للتخلص من كل القيود التي فرضها الوباء على مدار أكثر من عامين لتشهد الجزائر عودة التئام القمة العربية الحادي والثلاثين والتي أطلق عليها قمة لم الشمل بعد توقفها لعامين بسبب الوباء لتتصدر جدول أعمالها القضية الفلسطينية أما السعودية فقد شهدت قمما هاما خلال العام فمن قمة الجد للأمن والتنمية التي أقيمت بحضور الرئيس الأمريكي وقادة دول عربية أتت قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة وبشان خطورة الأزمة المناخية التي تهدد العالم أجمع استضافت مصر قمة كوب 27 للمناخ بمشاركة العشرات من قادة العالم أتي قمة بغداد للتعاون والشراكة في دورتها الثانية التي استضافتها الأردن في مشاركة قادة دول ومسؤولين للتأكيد على دعم العراق وضمان أمنه واستقراره